تقوليش ما يعني زيزو بتكلم عن زيزو الليه زيزو التوقعات عليه عالية اوشي فالمبارات الدومينيكان الحالة مكتش جيدة للمنتخب وكان فيه مساحات كبيرة جدا من خط الدفاع وخط الهجوم عشان كده زيزو ما كانش بيلعب لعبه النهاردة الى حد كبير كان احسن من المبارات اللي فاتت وانا شايف ان زيزو يعامل مع المنتخب الوطني الولمبي زي ما بيتعامل صلاح مع المنتخب الاول احنا عايزينه يطلع نار من بقه ومع كل لمسة ومع كور لكورة انت مش حلو يا زيزو ضيع فرصة انت مش حلو ضيع التانية انت ما تنفعش تمام فانا شايف زيزو ضغط نفسه وبعض الناس ضغطها بس هو مفروض يفصل واحنا دايما نتغنى باحترافية زيزو في الدولة المصرية وبنقول ان زيزو من اكتر اللعيبة اللي عندها احترافية محافظ على نفسه مركز مستوى الى حد كبير في معظم المباراة ثابت فعنده احترافية كبيرة جد طيب ليه بتقول الكلمتين دول عشان الموقف اللي حصل النهاردة وحضراتكم كلكم شفتوه كل الناس اتكلمت عنه انا ليه وجهة نظر فيه قلت على فكرة قلت وجهة النظر دي من كام يوم ساعة مباراة بيرامد والاهلي لما امام عشور خرج زعلان ولما مستوى فتحي خرج زعلان وقلت ساعت انا لن قالوم على امام عشور ليه ماشي زعلان من غير ما يعمل موقف سيء نمت على مصطفى شربي عشان عمل موقف سيء زيزو النهاردة عمل بين البنين يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه لعيب في العالم وخارج خاصة لو اللعب كبير هيبقى زعلان عايز يكمل وعايز يقدي وعايز يفيد منتخب بلده عايز يفيد منتخب بلده فخارج زيزو بنظراته زعلان وبعد كده شاولي مكالي يقول له ما اتقربش يعني انا متدايق ما اقدرش اقول ان دي اساقة بس في نفس الوقت ما اقدرش اقول انها مفاش حاجة هي بين البنين هي بين البنين يعني ايه يعني ينفع تعدي ولازم تعدي زيزو لاعب مهم ولاعب محترم ولاعب الهيستري بتاعه تاريخه ما فيه مش مشاكل وازمات من النوعية داية فده يشفعله والعيب مهزب جدا طيب ايه اللي انت زعلان منه او ايه اللي ممكن يدايق سنة صغيرة اني نتوسم في زيزو وبيلعم مع مجموعة من الشباب انه يبقى مثل وقضوة دائما يعني ايه يعني لو خارج وحاسس ان انا مظلوم وحاسس ان انا كنت تقدر اقدي وحاسس ان المدارب جاي علي وحاسس ان انا مقهور وحاسس بكل حاسيس اللي في الدنيا في الظرف دا تحديدا عشان انت واسط مجموعة من اللاعبين الشباب امسك نفسك قول معلش حاجة على نفسي عشان خاطر الباقية والعملية ما تفكش دي بص دي الحاجة اللي قد كده هو اللي خطاها على زيزو بس هل هي مشكلة؟ لا هل هي ازمة؟ لا هل زيزو دا لعب مثلا بتاع مشاكل وازمات؟ لا هل هو مش مؤدب؟ لا مؤدب جدا فتعدي ومكالي انا متأكد ان المدارب زكي وهيعديها وزيزو هيقعد مع المدارب بتاعه هتخلص الحكاية وهنكمل البطولة بشكل عظيم جدا فلو سمحتوا يا جماعة انا لقيت طرفين النهاردة في الكصة دي شغالين وكان عادة طرفين اهلي وزمالك هتلاقي واحد اجرسي بقوي ومبالك جدا وقال لك ده مجرم وازاي وما ينفعش ومستحيل وده لازم يترحل ويمشي وما يكملش مع المنتج ده رأي صعب جدا ما ينفعش يعني ورأي تاني يقول لك ما عادي يعني ايه مشكلة ما وازاي يخرجوا اصلا وازاي مش عارف ايه لا ده صح ولا حضرتك صح اللي في النص صح الكلام المنطقي صح كلام الهادي صح احنا منزعل احنا لما بننقجر حكيت انا القصة دي يوم ماتش لالي وبرمزا لما بنقجر ملعب خميس انا واصحابي لو حد فينا خرج من الملعب شوية لايح ياخد نفسه بيبقى خارج متدايق ببالك انت بقى لاعب الناس معتمدة عليه بيلعب مع منتخم مصر اسم بلده بيلعب في بطولة كبيرة زي الأولمبيات كل دي ضغوطات عليه كبيرة جدا وخارج من الملعب نقدر بس يا شباب نقدر المشاعر النفسية وبرضه هرجع تاني واقول عليه لهم بسيط زيزو في القصة دي لانه مسأل وقضوة لزميله بس الموضوع كله اتقفل وانا متأكد وسألت هناك انه اتقفل في دقايق خلصة الحكاية خلصة الحكاية اشتركوا في القناة